بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبركاته والصلاة والصلاة والسلام والسلام عليكم نبينا محمد وعلى آله وصحبه العين فإني والحمد لله قد تشرفت لزيارة مدرسة حبل الأمة واطلعت على ما فيها من المرافق والدروس فوجدتها مدرسة صغيرة تغتية اللازالة في بلاد الطريق وهي ترجو أن تدعو إلى الله للحكمة والموعظة الحسنة وعلى منهج السلب الصالح وعلى قائمها مديرها الشيخ محمد يعقوب ومؤسس هذه المدرسة الشيخ مستفيد الرحمن ونخرجيه أيضا الجامعة الإسلامية نحسبه أنهم يريدون الدعوة إلى الله الحكمة والموعظة الحسنة على منهج السلب الصالح نحسبهم في ذلك الله أعزيمه ولا نزكي على الله أحدا فأرجو وأدعو إخواني الداعمين أن يدعموا هذه المدرسة وهي بحاجة إلى الدعم لبناء مرافق أكثر حتى يستوعيون طلاب أكثر وتكون الدعوة بإذن الله أفضل وأكثر فإن منطقة هذه وقد زرت ولي أكثر من عشر عشرين يوما أنا في منغلاديش وطلعت على ما فيها من الناس بعض البدع التي يقع بها بعض الناس فإن هذا البلد حال الله يحتاج إلى دعوة إلى التوحيد وإلى السنة وقمع البدع بالحكمة والموضوع حسن الحمد لله وانغلاديشة بشعب محب للخير ومحب للإسلام شعب هادي يتقبل النصيحة والدعوة الحمد لله هذه نعمة عظيمة أن لا يجد الإنسان من يمنعه ومن يقاومه بالعكس المجال مفتوح والناس بحاجة لهذا الأمر وهناك بدع كثيرة الحمد لله قد أزيلت وبقي بعض البدع وبقي بعض الشركيات عند بعض الناس دعوه الله لكن هذا يزول إن شاء الله بمثل هذه المدارس التي تدعو إلى التوحيد والمنهج السلفي منها هذه المدرسة من الحبر الأمة أحسبها كذلك الله حسيبها ولا أزكي على الله أحدا فأرجو من المصريين أن يدعموا هذه المدرسة ليستمر العطاء والبناء ويكون مستقبل مستقبل زاهب بإذن الله حسر الله عز وجل أن يعينا رأيكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا مباركين ينوخنا صلى الله وسلم ومحمد على آله وصحبه شكرا شكرا شكرا